ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصار ربنا الهاتي الودود فضله ملء الوجود عفوه مشاهدين الأفاضل السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته سعيدة جدا أنا بلقائكم مجددا في برنامجكم الرمضاني أسرار قرآنية دائما مع فضيلة الدكتور توفيق مرزي دكتور في الصيدلة وباحث علمي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته دكتور وعليكم السلام ورحمة الله أقل كريم وشكرا جزيلا لك لتواجدك معنا طيلة عمري هذا برنامج ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله آمين يا رب العالمين إذن أيها الأحبة لازالت رحلتنا متواصلة للحديث عن الأسرار القرآنية للحديث عن المعجزة الإلهية التي غيرت مجرى تاريخ البشرية اليوم سوف يكون حديثنا حول القيمة الغذائية للفاكهة وأثرها على جسم الإنسان ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قد خصص الصورة بأكملها سماها صورة التين بل هو أقسم وقال والتين والزيتون صدق الله العظيم لكن دكتور سؤالي حيكون من منطلق آية قالها الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق الله العظيم فسبحان الله دكتور في هذه الآية سبق الله الفاكهة على الأكل ونحن في شهر رمضان لما الإنسان يكمل الفطور دائما بعد الأكل نقدم الفاكهة على المائدة إلى غير ذلك هل هذه الفاكهة التي تأكل بعد الأكل مباشرة لها مضرة على جسم الإنسان تفضل دكتور بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على سين الخرق محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم من كثيرا اللهم أعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما أعلمتنا وإزناعنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى بارك الله فيك يعني القرآن الكريم عظم هذه الفاكهة لعظمة شأنها ولعظمة المكانة التي تحمل في الصحة على الإنسان خطر ذوكا في القرن الذي نعيشين فيه كثرة الأمراض والناس قالوا بلهم كثرة الأمراض سبا منين كل واحد يطرح السؤال ولكن النصائح المدلها أعطيب ذوكا في العالم أكثر من الفاوكه والخضر خاصة الفاوكه يقول لك كل خمسة فاكهات في اليوم إذن العلم مش عنده أدوية العلم مش عنده نصائح وينت الدخلي يقول لك فاكهة وخضر إذن أما احنا كما جاء في الآثرة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتزي دائما بالفاكهة فهذه المعجزة خطر ذوكا الناس نعرف بلعنا بعض العوائل السيئة في المأكلات تعنا نبدأ ونأكلوا ماكلة كما قلت ونبعد نخلوا الفاكهة مع الأخير الترتيب هذا هل هو عنده علاقة بالصحة هل هو هكذا كي يجدر الإنسان يعقبها أم هل هو عنده فوائد قبل ولا بعد احنا هذا الموضوع اللي حبينا نطرف عليه كما تكلمتي إذن احنا وش نقوله نقوله باللي المجامع العلمية العالمية حتى ذوكا رايش تدرس لما نشربه من قبل في الوصل ولا من بعد الماكلة ناكلوها زوج مرات تلت مرات تربع مرات في النهار ناكلو بزاف البروتينيات السكريات النشاويات شحمة الوجبة شحمة الكالوري سنة الأبحاث قائمة راه الدنيا قاعد تدرس في الشي هذا وكل واحد يتكلم بالمعلومات تعه إلا أن الله سبحانه وتعالى ما خلاش أمة محمد عليه الصلاة والسلام حائرة أعطالها الحل 14 قر من قبل محمد عليه الصلاة والسلام ما خلحت حاجة في الكتاب هذا الكتاب ليس كتاب طهي وليس كتاب طب كتاب هداية وأنك رب سبحانه وتعالى خلقنا فيها بالأسر ما منغلطوش بها الوحكينا إنه كتاب هداية رب سبحانه وتعالى بعثوا بهالناس تعبد رب سبحانه وتعالى ولكن رب سبحانه وتعالى على باله بشارية راح تجي وين تحصل في أمرها تدعى العلم تدعى خلاص لحقت كل المعلومات ولكن يبين العلم الآن باللي ما عنده حتى معلومات والدالي على ذلك هذي القاضية تعالفاكهة إذن الفاكهة هي ضرورية في جسم الإنسان حلن ذكى غير يأذن الآذن كما تشوف ذكى إن شاء الله على الآذن رح يأذن الناس يستكون تبدأ بالطمر الحمد لله رب العالمين والطمر هو فاكهة 14 نقرر ونحن نعفوص إذن الطمر نقول لي وإليه الفاكهة خطر الطمر والفاكهة وش فيها؟ فيها مادة على الفريكتوز والفريكتوز هو أحسن مادة ليتطروح مباشرة بها تولي غليكوز خطر طاقة تعالإنسان وشنو هي؟ هي السقارية في العادة في طاقة في الصيام تولي السيطون والكورسيطونيك تولي الدهون وتولي بعض أحماض الأمانيا الإنسان في الأصل وفي التغذية هي السقارية أكبر السقار هو الغليكوز شاحة من الحاجة تتحول لقينا بلي الفريكتوس هو المادة السريعة لتحول بات مد للغلوكوس وهي أحسن مادة لتغذي المخ ولقينا بلي الفاكهة الإنسان وش رح يكون؟ يكون دجاء المنظر الجميل خطر العباقي يجب أن تعرفي بلي هذه الألوان عندها تأثير إيجابي الإنسان حتى في الأكل بتاعه تفتح للشاهية وتفتح لواحد الأمور الذي لا يعلمه الله سبحانه وتعلمه في البراسط الباقي تحضر الإنسان ثاني المذاق وثالثان الشم يجب أن نعرف بلي كان كثير من المئة المستقبل غير بهذه الريحة بصحة الريحة الفاكهية تاع الصحة ماشي كي ماذا قرأي مدغولة بقدمها بلا يقري في وقتها دكتور بارك الله في وقتها الشرط التحلي تكون في وقتها وتكون طبيعية حنا يجب أن نعرف بلي الفاكهة الامتصاص صحة ما رحش يكون في المعدة قطع المعدة حابيضة ويكون الامتصاص صحة في المصران أنا ولاش نجيب لك هذه الأمثلة نجيب لك والاشبه تعرف بلي كان الإنسان كلا الحم ولا كلا الدهون ولا كلا السكارية ولا كلا الأحماض الأمينية ويش رح يدير المعدة كي تنغلق السكارية والأفاكهة يجيب من بعد إذن ما رحش تعقو بالمصران كما تعقو بش المصران ويش رح تدير رح تتخمر ولكن قلنا تخمر بلوجين قاع يعرفوا كارثة الجسم الإنسان التخمر وشن هو؟ هو وحي ينتج للألكول والألكول هو اللي حد يؤيده بلاك يجيب رح تشرب الخمر نعفح طبيب بعد تخدمه معنا ويش قلت لك؟ قلت لك أنا كدر ولي طائل لزان عليزين خلعت عمري شربت الشراب يلقوا لي عندي نفس الأعراض لي عندي واحد سكير نفس الأعراض ببعا ما ملها من هذا العدسة؟ هذا هو من التخمر تخمر ستوم فارمونتاسيون ألكوليك تخمر هذك اللي تشوف الإنسان يتنفخ ويتقرر حشاكم وتخرج هذك الحموضيات هي كان واحد للألوفير نعيه تقولها الفطرة الكانديداء البقانس علي هذك تلقى الناس يقول لك يا ولدي والله ما لنا أكل ولا ولا غدرت الرجيم لديك والله ما لنا أكل ولا وش هتاكل؟ يقول لك والله شوية حلي وشوية خبز هذك الخبز اللي حلبوا شنو هما؟ هما أحسن ماك للفطريات تشوف احنا الناس بكريمة كاش عندهم الخميرة يطيبوا الخبز اليوم ينحوا شوية من الخبز يخلوا غدوة من ذلك يطيبوا بها شوف شوية خميرة خبزة مردقين هذا هذك نفس الإنسان هذك المعدة تعل الإنسان عند الخميرة في المعدة تعلنا يناكلوا شوية تنفخوا بزاف النين جاية جاية من هذه العادة السيئة سيئة للأكل إذن الفاكية اللي كان بقات فوق الماكلة تخمر ولو كان تخمر اللي يغيذو بلاك يشغل واحد أكوليك اللي يشغل واحد يشرب يعني الخمر خطر المادة الأخيرة التي هي هيا الالكول والفرمونتاشون الحموضة ويدير تهريه ماما فالأخرين القلق الانسوملي إنسان يطلل للنعاس الصداعة على الراس الفاشل تشوفني إنسان غير يكول يفشل ومن بعد ذلك يديروا أمراض ضارة ما ندخلوش في الجهاز المناع بيس خطب بضقاء جهاز المناع إذن الفاكية من القبل حتاظوكا بعض الدول الغربية يبدو يديروها كلقا هم يأكلوا البنبلوموس معلو اللي يبدوية كان اللي يبدو يأكلوا بالتيق وما عندهم بزاف هذا كله معلو اللي يبدوها يفتحوا الناس يأكلوا بيه يبدو يأكلوا فاكية دي ماذا؟ لأن الجسم تعال إنسان ينطلق قعل أعضاء عتوة توجد المصاري يوجد الكابت يوجد المعيدة توجد وينحي شوية الحموضية بيس قبل الماكلة أما لو كان كليناها بعد الماكلة تحبس تمها وعليش؟ خطر الأغلبية تعدوهون والأحماض الأمينية وينحي شوية حتى أربعة سوية أما الفاكية عمرها وتعطل بيه في تعقب المعيدة عشرة دقائق من البعد وتكون في المصران عشرة دقائق هذك وشنو؟ الإنسان قسم يروح يتوضع يصلي يجي المادلة هذك هو احنا أن المسلمين ينظروا غير يؤذل المغرب نناكلوا بعض الحبة التمر نجي يتشوف الضكافة في صحيح المجز من شاء الله الناس قاعدة بعضها هذا يمدخوا هذا الجو الأوساري قاعدتك ناكله تمرتعنا نصله عشرة دقائق رحو ناكله هذك السكاريات وش يدير هاي جسم الإنسان تشوفي واحد رياض يضوكا عنده عشرة سنين ولا خمس سنين ولا عام يروح يجري تلقى عنده دقائق تجدنج في العضلة التعم وإليه شخطة عنده بزا ما يخدمش هذك جسم الإنسان بقى من الفجر حتى المغرب يخدمش المائدة والأعضاء التعم لازم له السكاريات تكون خصوص السكاريات نتاع الفاكهة شكو نخبر محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الدقة العلمية بهذه الفيزوجية العظيمة اللي حتى ذوكا لغالب اللهم يدعوا يدعوا ومساكل مقدروش يعودونه الطبائع السليمة في الأكل احنا الحمد لله المسلمين رانا نطبقوا في الشي هذا ناكلوا التمر من بعد التمر ليه ما عندوش ياكل زبيب ليه ما عندوش يقع يشرب الماء خاطر الماء ثانية فيها رحمة هو الماء يعني الطهور احنا الحمد لله في الماكلة التعلق الناس قليل يعرفوها انه الطماطيش والخيار هي من الفاكهة اذا انسان ليه ما عندوش طمر ولا بدا يكون ياكلوا شوية الخضر منها احنا دقائم كلاسة فاكهة الطماطيش وشوية خيار ليه ما عندوش ياكل حاجة خفيفة برق من الشراء واللي حتى الشربة شوف ربي سبحانه وتعالى اهداء امه محمد عيسام حتى الاكلات الجزائرية تليطيبوها بالطماطيش وبالفريك وهذه النعمة ما عند ربي سبحانه خاطر الطماطيش صح فيها الطماطيش فيها فاكهة فيها واحدة سقرية ما شاء الله وبعد الماكلة هذي تاع الشربة الخفيفة نروحوا لحاجات دسمة حبي يوحد الإنسان يكون حاجة فيها الحم ما عليش يحب يأكل فيها حاجة اللي فيها ثقيلة لكن ما نقولوا احنا ما عليش وعليش خاطر تبقى زو سوية حتى اربعة سوية اذا ما تعطلش الخدمة نتاع الفاكهة وهذه الفاكهة نقولنا هي الكارثة على الإنسانية لقينا وش لقينا؟ لقينا باللي الدراسات الحديثة لقوا باللي هذا التخمر يسبب وهو أصل في خمسة وثمانين بالمئة انتع السرطة وعليش خاطر الله فلوالانتيستينا البكتيريان خاطر احنا عنا البكتيريا السليمة والبكتيريا الغير السليمة مش هي غير السليمة اللي ما تخدمش وكان البكتيريا اللي هي تخدم الفيطاميناك الجزم الإنسان بلا بيها ما يديروش هذه الفيطاميات هذا التخمر يمنع العملية البكتيريا اللي تخدم والمرض التوحد هذا واللوتيزم القابل اللي عنده علاقة مع هذه البكتيريات اللي تروح والقابل اللي هذه الفيطانيات هي من أكبر أسباب اللي رح تمنع السيميلات شكونا خبر محمد عليه صلى الله عليه وسلم إذن احنا لو كان كلينا الفاكهة من الأول ما رح حش نمدوا الفرصة لهذه الخمائر اللي نعطلها الكونديدا أبي كونز اللي رح تدير لنا أكبر مشكلة في المعدة التعلاق إذن انتفاخ هذاك هذاك الفشل هذاك العرق الزايد هذاك كما قولنا الزيقرور هذاك النوم الغير الصحي الاستيقاظ غير الصحي جاي قاعدك من هذه الخط أبرك ناكله الفاكهة ولا المكلة المكلة ولا الفاكهة إذن الإسلام مبصل فيها والحمد لله عنده 14 قبل قبل وقع لما جامع ذلك العلمية الغربية بدأت تستعرف قالك نعم ما كانش أخف صكر من صكر تعل الفاكهة والثانية عنده مباشرة عشر دقائق قربعة ساعة ويزدي الدقاء مع المكونات ولهذا الإسلام هو رحمة للعالمين يعني فضلت الدكتور شكرا جزيلا لك يعني الإنسان من خلال هذا المجلس ومن خلال حديثك أنه الفاكهة تأكل قبل الأكل أو تأكل بعد الأكل بعد ساعات ربما زو سويا حتى على حسب المكلة حتى ربع ساعات كالماكلة عندها ترانزيتها زو سويا كالماكلة ناكلها زو سويا كالماكلة ناكلها زو سويا كالماك حكينا في الحصة السابقة كاللي تبقى ربع سويا حتى ست سويا خطرة كالطيبة بالدللنها طبيعة تحها تبقى حتى ست سويا ولا ذا الإنسان أنا ننصح الناس ماشي يأكله يروح يرقض المباشرة خطر يعيو الإنسان في النوم إذن على حسب الطبيعة تعال الأكل كان الأكل يقعد زو سويا كالقوعة السويا إما الفاكهة نابي عصب كان لا يدخل الطعام حتى طعام حتى تفرغ المعيدة باش عندنا كما قلت الوطن وعندنا الوقت ما ناكلوها هذه الفاكهة عمرها لتاكل والمعيدة تعالى مملوئة وإلا تصلنا هذا المشاكل وفي رمضان والحمد لله رب العالمين لقينا بله هذه الفطريات كي واحد يصوم من الفجري إن المغرب تروح قاعدك وعليش؟ خاطر ما تلقاش الأكل السليم التحام هي تتغذى من السكريات وتتغذى من هذه النشويات وتتغذى من هذه الفضلات تعالى السكريات لتبقى بعد الأكل أما في رمضان يروح لها قاعد شيء هذا والحموضة لجسم الإنسان تقضي عليها شكرا فضيلة الدكتور نتحث على نقطة أخرى وهي العصائر فضيلة الدكتور الإنسان أو الشخص الصائم ونحن في الفصل الحرارة إلى غير ذلك راح يذهب إلى المحلات ويقوم باقتناء أجود العصائر وأجود المشروبات ويضحها في السلاجة ولما يأذن الأذان راح يذهب مباشرة ورح يشرب هذه المشروبات أو العصائر باردة حل هذا له تأثير سلبي على صحة هذا الإنسان الصائم بارك الله ما شاء عنده غير تأثير سلبي وعنده كائرة البشرية أنا أتفكر واحد قصالي واحد يحكي لها يعني يقشاعر يعني الجل بتاعه كان واحد الأجوزة المسكينة هكذا يجيب له الشربات ويقولها الشربات طبيعي هو مخضوم بالأسيد ومخضوم بالسكارية شربت هذا اللويين بعضه كان غير تصحي هذا كنت شربت تقولك نحالي على قلبي نحالي على قلبي مسكينة جراح لها وفي آخر رمضان مسكينة وفت مخلها ولو وعليش هي حامض وبارد ومنها ما عنده حتى علاقة مع المأكولات وأنا ويش نقول له هنا نقول باللي ربي سبحانه تعالى ما تخفاش علي حتى شي قوله ربي سبحانه تعالى حتى حتى حاجة ما تجيه وعلى ربي سبحانه تعالى هو اللذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يزبنا عارفوا باللي ربي سبحانه تعالى في الفاكهة خلق لها بالقشرة تحها باللي فيبر ذاك الالية تحها باش يخدم المضغ حتى لو كان الإنسان يأكل هكذا فاكهة كاملة وميمضغش بزاف يخسر بزاف الفوائد وعلاش كان هونزيمات اللي تخدم في الفم لو كان مضغنا 40-50 مرة رح ينسهلوا العمل اللي تعاله من معيدة لو كان ما مضغناش منيح رح نحل كل البعدة ثاني شيء ما نقول لنا هذه درنا تجرب حكمنا تحبت شيء نقسمنا على زوج وحده درناها عاصير وشربها الإنسان ودرنا له البلون درنا له التحليل نحن نجدها باللي كان يتجس متاع الإنسان الصقور يطلق فوق الـ 81 وعنده تخمر في المعدة عنده التهابات وعنده إلتهابات وعليش خاطرنا نحلل الألياف ونحللو الفيتامينات ونحللو كثير من الشيء نحللو كثير من الشيء هذا نفس الإنسان ونفس الشيء نص ناطوالوجي ونص ناطوالوجي ونص ناطوالوجي هذه الطبيعية أما هذه اللي تحكوا عليها الطبيعية فيها الـ PCCD فيها الـ CONSERVATUR الحافظات فيها الملوينات فيها الماء فيها الكلور حتى الموش طبيعي ويحافظوه يجبنا نعرفوا نحن يدوك عنها الحمد لله جامعة الجزائرية شفتنا واحد البحث مؤخرا شافوا على العنب والشيء نحن يعصرها في العنب في العنب هذا يرحم السنس لسيسلترنس أنت عندك مفتاح مفتاح تعطونه بلتاعك كنت دخليه في هذا السنس في هذا تفتحي لو كانت قلبه شفرات هذاك ميكونوش نفس المفتاح ونفس السورير بسرح ميفتحش وعليش قلبناه نفس الشيء للعصائر نعطوالله غير يقصو الضو يتقلب شوف ربي سبحانه وتعالى إذن الفاكهة ربي سبحانه وتعالى جعلنها لما ضغوها مباشرة خطر فيها آليات لا يزم الفاكهة غير تنغز تنمذق تلعقب لو كانت أصر لها تصرها انوكسيداسون 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 تجعله كيفية وليك حل سودة هذا الخطر كبير على صحة الإنسان والهنات بين العظمة العربية سبحانه وتعالى أنك يا عبدك تمشي على القوانين يخلقها العربية سبحانه وتعالى حتى كيفية مشكلة للبشرية داروا الكونسيرفاتور داروا الحافظات غلاوا حرقوا داروا للسكر بقى توجد عنده مشكلة للصحة على الإنسان والدالي على ذلك انو هذا أمراض سكاري و أمراض تعله هي من هذا لدلسيسومت على الاندوتينيوم بتاع العلوغ ليمد الهيبرتنسيوم و ليمد المرض الكيلة و ليمد المرض الكيبة حالا واش نقوله نقوله بلية طبيعية كي مخلقها ربيس بحدثة هي أحسن شيء للإنسان إذن هذا اللي يجو هي كالثة للبشرية 85% تاع الأمراض و ليش حكي عنها هي مجمع عالمي ما كريس نظر المصدر تاعهم أمريكي نهاك يخرج هذا الرافور نهاك يخرج التقارير من نسبه لها تخلعت أطباء 85% تاع الأمراض المزمنة سبتحها هي هذا اللي يجو نقدر نقول لكم قاعد لغلا مغازين هي السينكوراسيون يعطوا السينكوراسيون ما أخير معروفها في العالم بإسراء حطت مؤخرين 85% بالأمراض المزمنة جاي من العصائر إذن العصير اللي أنا شربوا فيها كارثة بشارية الإنسان يأكل مسكن حبة تفاح تشيرها بألفين فنق خرمني يشيره 10-12-12-000 وهي قع فيها مظر ما في حتى فايدة ثاني شينا وش نقول بلي الفاكهة يجب أن تأكل في الفصل التحام وكلوا من ثمره إذا أثماره أيها تعربية سبحانه وتعالى كلش خلنا لأننا بيعصم كلش حاجة في هذا القرن خطر وعليش لوكاكلينها من القبل رأى فيها مواد سمى خطر الفاكهة باتنا ضدج عندها مراحل ولوكاكلينها حتى نطنيب كما يشتل بنا يطلق روحهم تولي مواد سمى فيها الاركول فيها كل شيء إذن أنا ننصح الناس يأكلوا شوية فاكهة وفيها الفائدة أخر من يأكلوا هذا اللي يجو وخاصة اللي يجو البارد خطر كي يشربوا الإنسان الدهون تيبس إيش أنت يا زيت زيت هنا نحن هكي أسهل برد تجمد وكي تجمد المعدة ما تجيش ترحيها وتمتص مباشرة ورح تدير كارثة لجسم الإنسان إذن العصائر هي خاطر على البشرية ما تشاني نحكيها يحكوها قاعتك وهذا خروج على هدت عربي سبحانه وتعالى ثاني العصير كي يبرد ولا أي حاجة تشربها باردة كارثة إذن حتى الفاكهة الإنسان يأكلها على تنفيراتور أمبيونت يعني وش موجود في الكوزينة يأكلها؟ يخرجها يأكلها مباشرة لو كان نديرها في فريجدة رح تكون ثاني عنده مطرة خط الإنسان بيعدل حرارة تاعه رح يدعب في المائدة تاعه إذن نحن نقوله باللي ربي سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا الفاكهة نخلوه كما خلقها ربي سبحانه وتعالى تبفحها تشينا أعنب التوت أي حاجة نمضغوها لو كان نفتحناها كيف كيف ومن أفضل الإنسان غير نحام الشجرة ولا نحام كيف يأكلها خطر حتى ينخبوها في فريجدال ولا ينخبوها في الكنجيلاتور ولا في الديبو هذا هاي كارثة وتصربها في واحد من الفطريات والفطريات هذو يطلقونها هي من أكبر مواد المساطرة أمراس كسرت فضيلة الدكتورة كثيرة نعم إذن ننصح الناس ينشير الفاكهة كل دايما صباح يشريها ويا ربيش حبقت عند الخضار ليعشية يأكلها ولو كان الإنسان يحب يديرها عاصير كما يقولوا احنا منزلي غير يأكلها مباشرة ولا غير يوجدها يشربها مباشرة قدم يخليها تصالوا كما شلاثة كما شتحبة تفاحة وهذا كستينوكسيداسيون والوكسيداسيون هي مضار بصحة الإنسان خطرت ولي حامضة والإنسان يعود يعدل المعدة الإنسان والدمتها الإنسان يعود يعدل لهذه الحموضة وش راح يدير ينحي الكارثيوم من السنان من العظام ولهذا إحنا يصرت إنها شاشة العظام ولهذا النساء ثانية تلقاها 40 سنة 50 سنة عندها شاشة العظام وللش؟ خاطر هذا اللي يجيه هما حامضة يجب أن نعرفهم ليحب لي حتى الفاكرة حامضة تدخل الجسم بتاع الإنسان تقول لي عندها الكالن بياش الكالن هي تعود عند الحموضة أما اللي يجيه يستنفت قاعد طاقة الإنسان بين ناحية الحموضة إذن هي كارثة للبشرية بأن نعود نصح طبائية خطرنا نرى المسلمين نصح بعضنا بعض أولا هي مؤجزة رب سبحانه وتعالى أنه رب سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا خلق الإنسان أعطى له فم أعطى له لعاب أعطى له أنظيمات أعطى له فاكهة تخرج في وقتها تنكله في وقتها ما تتخباش ما تبرتش يأكلها على الطبيعة تاعه الإنسان لو كان حب يسمتع رح يخضرحه ويشاوي الكريثة يدير ديجو بالسقاريات بالحافظات بالبنة يسربن بصحة جسمتها روحي تهلك كما عودنا مشاهدينا تبدأ لنا أهم النقاط فيما يخص هذا الموضوع اليوم أهم النقاط العظمات عربي سبحانه وتعالى نتحدى أي عالم والأولى ما قاعد على العالم يخلق وفاكه كما يخلق عربي سبحانه وتعالى بلانتي قلت يتحها بلبنة تحها وباللي ما تفسج خطرية تحبي نفسها نحن من اللي دخلنا دخلت يدي الإنسان فستتها عوجتها بدلتها والدليل على ذلك الأمراض هذه المستعصية سكاري كونسير باركينسون هايزايمر مراض كثيرة جديدة دكتور ما يقدرش الإنسان يخرج على الطبيعة العربية الفاكهة ناكلها كما راهي فيها فوائل الإنسان وش نقول لكم هنا الإعجز الكبير أن الفاكهة توكل قبل المأكلة وبالله بعد المأكلة وجونيش حلم الناس كروني ويجعلوني منها بلنا نطبقوا نصائح تاك ونصائح نبوية ناكلوا الفاكهة قبل المأكلة وإن شاء الله المستمع يطبقها وينقى فيها فايدة بإذنها كبيرة على بل بل وعلبها إنسان يبدل طبائع خطرنا مرات مرتي عرضوني في رستورانات كبار ولا حاجة نحشب ما يقولوا بجيبوا لي الفاكهة قبل الملوخل اللي نعرفهم يقول لهم بصحة اللي نعرفهم بشأنها كما يقول لك العجائي السعدي ناكل وناكل فاكهة وهذاك الليلة البد في حالة والله ورسوله نعم بالله فاكهة الدكتور شكرا جزيلا لك إن شاء الله نتمنى من المشاهد الكريم أنه ياخذ بعين احتبار هذا النصائح اللي أذكرها فاكهة الدكتور دكتور شكرا جزيلا لك مرة أخرى وللحديث بقية عن الأسرار القرآنية إذن مشاهدين الفاكهة الطازجة هي الأمثل ودائما الماء يبقى هو الحياة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحية المخرج والفرقة التقنية صحف طركم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شروط وفي الغروب نوره يهدي العصان ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في شروط وفي الغروب نوره يهدي العصان ربنا الهاتف